بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتابع المحاضرة أو ورشة العمل. هناك آداب يجب تعلمها قبل الدعوة. وهي مهمة جداً نحن كمسلمين أن نتبعها لأنها هي جزء من الهوية الإسلامية. يجب أن تفتح قلوب الناس حتى يستمعوا إليك قبل أن تدعوهم إلى الإسلام. فأول شيء طبعاً من آداب الدعوة هو أن تكون محايداً وأن لا تبدو على أنك متعصباً. كما نقول باللغة الإنجليزية sound neutral. neutral يعني balance. يعني توازن متوازن. نحن كمسلمين لدينا اليقين أن الإسلام هو الطريق الصحيح وأنه هو الدين دين الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضاً حتى تستطيع أن تصل إليه لابد لك أن لا تبدو متعصباً. وأن تستمع إليه وتكون سعيداً أنك تتقبله كشخص غير مسلم. وهذه في الحقيقة نوع من الإنسانية وأيضاً جزء من شخصيتنا نحن كمسلمين أن نكون لينين في التعامل. أن نكون لينين في التعامل وأن نكون بسيطين وأن نكون أيضاً لطيفين في طريقة التعامل وبطريقة مؤدبة مع الناس. لا تقول نحن. نحن كمسلمين نصلي الخمس صلوات. نحن المسلمين نصوم. كأنك تعطي رسالة عندما تتقول عن نفسك نحن 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 أو أنا 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 أنا. أول شيء هي دلالة أو رمز للكبر. كأنك أنت فقط تتحدث عن نفسك. ثانياً أيضاً أنك أنت عندما تتحدث بالطريقة هاي كأنك تقول أن المسلمين أفضل منكم أنتم يا غير المسلمين بكثير. فهذا ينفره. يعني يجعل هذا الشخص أنه يبتعد عن أن يتعلم الإسلام. سوف يذهب إلى أي ديانة أخرى تجد أن هؤلاء الناس فيها متواضعين يبتسمون في وجوههم. وطبعاً سبحان الله the first impression أو ما يسمى النظرة الأولى أو الانطباع الأول لدى هؤلاء الناس مهم جداً. مهم جداً أن يرون نحن متواضعين أننا نتقبلهم أننا يعني سعيدين بوجودهم بدلاً من أن نكون مكشرين ونكون شكلنا هيك غاضب أنه هدول المسلمين هدول رايحين على النار وإلى آخره. لا يجب أن نكون في الحقيقة ناس بشوشين أن الناس أيضاً تتقبلنا. وهذا أيضاً من صفات الإسلام ومن سمات الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائماً بشوشاً كان دائماً يعني يضحك كان دائماً مبتسماً في وجوه الناس سبحان الله. وهكذا يجب أن نكون. وإنما قل في الإسلام حتى تكون محايداً بحيث أن عندما تتحدث تحدث كأنك أنت الشخص الثالث. فتقول في الإسلام هناك خمس صلوات مفروضة على المسلم يصوم المسلمون في شهر رمضان مثلاً وهكذا. فكن محايداً ولا تتحدث فقط عن نفسك وإنما كن مهذباً وتحدث معهم بطريقة جيدة. للأسف الكثير من ما يسمون أنفسهم دعاء وما يسمون أنفسهم على أنهم هما مختصين أو لديهم إكسبرت أنه عندهم اختصاص بمقارنة الأديان وفي النصرانية. كثير منهم يعرفوا عن النصرانية أكثر من الإسلام فتجد أنه عندما يحاور شخص ويناقشه عن الدين وخاصة إذا كان مثلاً نصراني أو مسيحي عربي تجده أنه يناقشه في الدين وهكذا. يخرجه من النصرانية بحيث أنه يقول له أن كتابك محرف والكتاب قدس محرف أن المسيح هو ليس الله ويعطيه جميع الدلائل وهكذا. ويقول لك حسناً أنا لا أؤمن بالمسيحية فتجده أنه خرجه من المسيحية ولكن هذا الداعية نفسه لا يعرف كيف يدخله الإسلام. وهاي أنا شفتها كثير في خاصة مثلاً البالتوك وفي مثلاً يعني مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وأيضاً رأيتها على تلاب هاوس. بعملوا في نقاشات كثيرة في النصرانية وهكذا. وجدت الكثير منهم عندهم ما شاء الله يعني أنه يعتقدوا أنهم فاهمين الكتاب القدس وفاهمين الإنجيل. فبيجيبوا لك على واحد نصراني بسيط أصلاً ما بيدخل كنيسة ولا عمره أصلاً قرأ الكتاب القدس. ويحاولون أن يناقشوا معه وهكذا ويخرجونه من المسيحية ولكن لا يعرفون كيف يدعونه إلى الإسلام بالطريقة الصحيحة. فطريقة التحدي مهمة جداً والأهم هو أن تتبع ما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وتتبع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وأنا أقولها بنفسي. يعني أنا أقول أنا كنت نصرانية والله سبحانه وتعالى هداني للإسلام. أقول دائماً لهم لو أن هناك ديانة أخرى أفضل من الإسلام وأقنعتني بها فأنا سأكون أول شخص أتبع هذا الدين. أول شخص سأركب هذا القارب وأذهب به سبحان الله. فتحدى لكن اسأله أنت أنا يمكن أن أغير ديني لكن أنت هل لديك الشجاعة أنك لو عرفت الحق يمكنك أن تدخل الإسلام أم لا؟ هنا تعرف الإنسان إذا كان حيادياً في التفكير أم لا أو أنه هنا فقط ليطعن بالإسلام أو لأنه يناقشك بالإسلام أو يحاول أن يقنعك بدينك. لكن نحن كمسلمين معروف عنا نحن نحب النقاش والحوار والتحدي. كثير من النصارى اللي هما شهود يهوى يأتون إلى البيت ويدقون على الباب يحاولوا أنهم يناقشون بالدين. بكره عندما يعلموا أن هناك بيت فيه مسلم تجدهم لا يدقوا على الباب أو بعد ما يدقوا الباب ويعرفوا أنه مسلم لا يعودوا مرة أخرى. ليه؟ لأنه عارفين أنه إحنا كمسلمين سنقناقشهم. يعرفون أننا كمسلمين سنتحداهم فعندما نتحداهم يعلموا أنه هذول ما منهم فايدة خلاص روح على مكان تاني. لكن لو كان فعلا هذا الشخص الذي يدعوني إلى دينه فيه الشجاعة وفي عقله المنطق وفيه الموضوعية في التفكير تجده يجلس ويناقشك ويحاول أن يعرف الحقيقة. كما يقول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تحدى يتقول أنا لدي الشجاعة لأغير ديني إذا وجدت طريقا أفضل من الإسلام لكن هل لديك أنت الشجاعة لتتغير؟ يجب أن نكون مؤدبين في طريقة الكلام لا أن نوجه الأصابع دائما أصابع يعني اللوم على الآخر. أنك أنت لا تفهم لا تقول له هكذا أنت لا تعرف الإجابة أنت لا تعرف الحق أنا الذي أعرف الحق. مرة أخرى يجب أن لا نكون متكبرين ونري أنفسنا أننا الوحيدين الذين نعرف الحقيقة المطلقة لا يوجد هناك إنسان يعرف الحقيقة المطلقة حتى أنا سبحان الله في دعوتي إذا كان هناك سؤال لا أعرف إجابته أقول له أنا لا أعرف الإجابة ولكن أعدك أني أنا سأدرس الموضوع وأتيك بهذه الإجابة أو دعنا نتدارس مع بعضنا البعض وسأتحدث عن هذا بعد قليل إن شاء الله أحرص أن لا تجرح المدعو انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون لم يقول الله سبحانه وتعالى ولا نسأل عما تجرمون مثلا تجرمون أنكم أنتم الخطأ ونحن الصح قل لا تسألون عما أجرمنا الله سبحانه وتعالى لن يسألكم عن المعاصي والأثام والخطايا التي نفعلها ولا نسأل عما تعملون عما تفعلون أنتم لم يقول عما تخطئون عما تذنبون عما تفعلون من معاصي لا عما تعملون والله سبحانه وتعالى هو القاضي هو العادل شيء الثاني والمهم جدا أنه يجب أن نجد أرضية مشتركة بيننا وبين الآخرين كما قلت لا تقول دعني أقول لك الحقيقة لا وإنما أقول له دعنا نتدارس معا يقول الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا ثم تتفكروا نعى بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإذا القاعدة أن تتفكر لا أن تتشاجر لا تحاول أن تتحدى يعني تحدي بالطريقة السلبية بحيث أنك تريه أنه هو الذي لا يفهم أن تتفهم المناظرات التي نفعلها هي المفروض أن تكون الأقل وليس الأكثر الحوار هو المفروض أن يكون الأكثر لكن للأسف الشديد أنا وجدت في كثير من المواقع في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في مثلا كلاب هاوس أو في البالتوك أو غيرها يعني ما يجذبنا دائما اللي هو دائما المناظرات التحدي كأنه واحد يريد أن يصفع الثاني على وجهه ويعني يقلبه على أو يقلبه على ظهره أو هكذا يعني وهذا خطأ ليس هذه الطريقة الصحيحة في الدعوة وإنما الطريقة الصحيحة في الدعوة أن يكون حوار يعني فرندلي صديق بحيث أنه يكون حوار جيد وأن يكون هناك يعني جمال في الحوار بحيث أن الواحد يأخذ ويعطي في الكلام ويستمع ويسأل أسئلة وهكذا أحيانا أحيانا يعني ليس بالضرورة أن تعطيه فقط حقائق أحيانا يجب أن تسأله تقول له ماذا تعتقد بهذا الموضوع هل ترى أن هذا صحيح؟ يعني عندما قال المسيح أنه هو الله يعني سؤال لك مثلا هل يمكن هل يعقل أن الله أن يكون طفل وأن يخرج مثلا من امرأة وأن يذهب أجلكم الله إلى الحمام إلى هكذا فأنت لما تستخدم مثلا كلمات لما تستخدم أسئلة ولكن بطريقة هيك يعني تريه أنك أنت فعلا تريد أن تعرف هل يعقل ذلك؟ عندما تتحدث عن ألوهية المسيح أن تتحدث عن صلب المسيح أن تتحدث عن الخلاص وإلى آخره يجب أن تسألوا هذه الأسئلة حتى يعني تشغل عنده عقله حتى أنه يفكر سبحان الله جزاك الله خير أخت خديجة تقول وإذا كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فلين مطلوب نعم جزاك الله خير بارك الله فيكم نعم صحيح يقول الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن أن لا نستخدم الاختلافات دائما في طريقة حوارنا ونقاشنا مع غير المسلم إلا الذين ظلموا منهم إلا إذا كان شخص جاي عشان يعني يلقي لك الافتراءات والشبهات بطريقة يعني intentional إنه هو فعلا يريد ذلك فقط ليؤذيك فإذن هؤلاء يعني الذين يستحقون المناظرة أما شخص جاي يسأل سؤال عادي ويعني شايفه إنه هو فعلا يعني مخلص في سؤاله فلا داعي للحوار معه بالنقاش بالطريقة الفضة نعم الأخت إل تقول إذا لم يدخل للإسلام فالأحسن أن أربح صديق وليس أن أصنع عدو ما شاء الله جميل جميل ما تقوله هنا إذا لم يدخل للإسلام فالأحسن أن أربح صديق وليس أن أصنع عدو جميل إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لأن نعلم أن الإنجيل طبعا اسمه ليس الكتاب المقدس أو بايبل الكثير من الناس في الإنجليزي بيخطأوا بقولك الله أنزل البايبل وهذا خطأ اسمه مش بايبل اسمه غوسبل غوسبل اللي هو الإنجيل ورح أتحدث عن هذا الموضوع فنحن نؤمن أن الإنجيل هو منزل من الله سبحانه وتعالى وكان مئة بالمئة صحيحا عندما نزل من الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا جبريل إلا سيدنا عيسى عليه السلام صحيح فإذن هو منزل بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الأصل هو أن نعبد إله واحد ونحن له مسلمون أي تسليم كامل لله سبحانه وتعالى أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب أهل الكتاب الذي نزل عليهم كتاب الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا فإذن ما هي الكلمة السواء هي أن نعبد إله واحد وأن لا نشرك بشيء كأني أخطأت في القراءة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله نعم ألا نعبد إلا الله جزاك الله خير ولا نشرك به شيئا بارك الله فيك نعم جزاك الله خير سامحوني أيضا من التحديات التي أقولها ومن الأشياء التي أستخدمها في طريقة عرضي للإسلام الكثير من غير المسلمين هنا في الغرب يعتقدوا أن الله أو كلمة الله هي عبارة عن إله وثن ولا ياذب الله يقول أن المسلمين يعبدوا إله وثني اسمه إله وهذه في الحقيقة جاءت من النصارى الذين يلقون الشبهات والإفتراءات العرب الكثير من النصارى العرب يحب أن يلقون إفتراءات وطبعا يستغلوا جهل غير المسلمين الأجانب في ذلك وبالتالي تجدهم أنهم يرددوا كلام العرب النصارى الذين لديهم رهاب من الإسلام أو الإسلاموفوب ماذا أفعل؟ أفتح أول صفحة من الكتاب المقدس العربي وهو سفر التكوين أي العهد القديم التورى أو ما يسمونه التورى سبحان الله وأقول لهم مثلاً هذا هو الكتاب المقدس العربي إذا وجدتم في هذا الكتاب جينيسس ون جينيسس يعني سفر التكوين وإذا رأيتم هنا كلمة الله هذه هي كلمة الله ترسم بهذا الشكل وأريدكم أن تقولوا لي كم مرة تجدون هنا كلمة الله كم مرة تستطيعوا أن تعدوا كلمة الله الآن أريدكم ونريد أن نلعب هذه اللعبة مع بعض لعبة طريفة إن شاء الله أريدكم أن تعدوا كم مرة تستطيعوا أن تعدوا عدد أو تحصوا كلمة الله في هذه الفقرة في سفر التكوين واحد تجد هنا الله شوف يا الله مين فيكم شاطر؟ يقول لي كم مرة تستطيع أن تعدوا كلمة الله في هذا النص الشام تقول عشرة عبير عشرة حليمة عشرة فيه حدا يمكن يقول لي عدد ثاني أكثر أو أقل من عشرة إيمان عشرة طيب أحمد عشرة منار تقول 11 أوكي تمام فإذا كما نرى هنا عشرة نعم صحيح عشرة أحسنتم ما شاء الله عليكم جزاكم الله خير نعم فإذا هنا نجد عدد الله في الكتاب المقدس العهد القديم جينيسس 1 عشرة وهذا إذا دل على شيء فإذا حتى النصارى أو المسيحيين العرب عندما يتحدثون عن الإله العظيم الخالق لهذا الكون يقولون اسمه الله يقولون اسمه الله ولا يوجد هناك كلمة أخرى يمكن استبدالها غير أن نقول عنه الله باللغة العربية بالإنجليزي هي God capital G في الإسباني ديو في الإسباني المكسيكي ديوس وهكذا صحيح؟ فإذا عندما يقول المسلمون لا إله إلا الله فهذا ليس من المفترض أن يضايق غير المسلمين وإنما هو يمثل الوحدة ما بين المسلمين يعتقد المسلمون أن الله الأحد الصمد ليس له مثيل ومن المهم جدا أن تقول لهم أيضا أنه في الإنجليزي كلمة God لا تعبر في الحقيقة عن اسم الله الأعظم الله لأنه في الإنجليزي عندما نقول God فممكن أن نجمعها ونقول Gods يعني آلهة فإذا هنا God بكابتال ج معناتها إله وليس الله ممكن أن تقول عن الأنثى من الله إلهة أو Goddess بسموها بالإنجليزي فإذا كلمة God في الحقيقة لا تعبر عن الله ولكن خلنا نقول أنها هي الكلمة الأقرب لكلمة الله باللغة العربية الله سبحانه وتعالى هو متفرد في ذاته وصفاته حيث يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو الخالق ولا يشبهه أي من مخلوقاته من أداب الدعوة أن يكون كلامك مؤثر يقول الله عز وجل وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فإذا يجب أن نتحدث معهم بطريقة عاطفية بطريقة مؤثرة أن تكون متعلقة بحياتهم العملية عندما أقول محاضرتي في النهاية عن الإسلام سأتحدث عن العنصرية لأن هنا في أمريكا من أكبر المواضيع التي تناقش هنا في أمريكا موضوع العنصرية فإذا إذا كنت أتحدث مع أمريكي فمن المهم جدا أن أتحدث عن العنصرية إذا كنت أتكلم مع واحد عربي فهناك أيضا مواضيع أخرى يمكن أن أتحدث معه بطريقة تكون متعلقة بالمجتمع والثقافة التي يعيش فيها فإذا يأمرنا الله لأن نكون مؤثرين في الكلام عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثرا في خطاباته فالتأثير العاطفي مهم جدا فمثلا لو أن شابا جاء إلى أحد الآئمة وسأله أن يزني فتجد أن هذا الإمام قد ينفر في وجهه وقد يصرخ ويقول له كيف تقول ذلك هذا حرام أو قد يطرده من المكان فنتذكر الطريقة المثلة التي عامل فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا ماه ماه فقال اذنه يعني تعالى قرب مني فدنا منه قريبا قال فجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لإبنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لبناتك لاحظ طريقة الكلام اللينا والسؤال يسأله أفتحبه لأحد غير يعني قريب منك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فدائك قال وللناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر دنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء فإن قولك للعاصي هذا حلال وهذا حرام وهذا خطأ وهكذا يعني أنت لا تطفي إلى الدين إلا فقط الجفاف وهذا صحيح يعني مع أنه مهم أن تقول هذا حلال وهذا حرام ولكن قبل أن تفعل ذلك يعني اسألوا بعض الأسئلة التي تجعلوا يفكر التي تجعلوا أن يعني يتخلى عن قراره هذا وأن يراجع تفكيره في هذا القرار سبحان الله يجب إتقان فن الدعوة كما علمنا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الآن كيف تقنع الناس من المهم جدا عندما تقنعهم أولا أن تبني الجسور فيما بينهم ثانيا أن تستخدم التأثير العاطفي كما قلت سابقا ثالثا أن تستخدم المنطق رابعا أن لا تهاجم أحد خامسا أن لا تكون مملا سادسا أن تبسط في الشرح وسابعا أن تستغل كل فرصة تستغل كل فرصة وسأتحدث عن كل واحدة على حدة بعض من هذه الأمور ناقشناها مثل الإقناع وبناء الجسور إذا لم يثق بك الناس فإنهم لن يستمعوا إليه فيمكن أن تفتح قلوب وعقول المستمعين في أن يعني تستخدم قصة حصلت معك في مثلا قصة إسلام شخص أن يتحدث الإنسان عن قصة إسلامه مثلا حصلت حادثة معك وأنت قادم إلى هنا لا سمح الله كنت ستعمل حادث والله سبحانه وتعالى حماك مثلا أن تتحدث في هذا وأما بنعمة ربك فحدث أن تتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عندما تتحدث بطريقة إيجابية عن نعم الله سبحانه وتعالى أو عن خبراتك الشخصية في أن تتحدث مع الآخرين تجد أنك تفتح قلوب وعقول الناس سبحان الله وأيضا يجب أن تبني الجسور معهم فمثلا عندما يكون هناك إنسان مثلا ولد وعاش كل حياته في أمريكا فمن الجميل جدا أن يتحدث الشخص عن أمور حصلت معه هنا في أمريكا أو من الأشياء التي يجدها يعني common ground يعني أشياء متشابهة ما بين هذا الشخص والشخص الآخر فتجد نفسك أنك تنجذب إلى الشخص الذي هو شبيه لك في بعض الأمور في بعض الصفات أو في بعض الخبرات أكثر من شخص ليس له لديه أي خبرة أو أي صفة مشابهة لك بأن تكسب ثقة الناس بعلمك وبخبرتك وأيضا أن تذلل نفسك أو أن تتواضع أمام الناس أن تتواضع أمام الناس ولكن ليس بشكل كبير جدا بحيث أنه يدوس عليك الناس ما أقصده بذلك عندما تأتي مثلا تقول أنا عبد الله فلان وفلان أمام المسلمين وتقول له وبفضل الله سبحانه وتعالى درست على يد الشيخ الفلاني ولكني لست مثلا كاملا في قراءة القرآن وما زلت أفعل بعض الأخطاء وهكذا فالمسلمين عندما يرونك يقولون ما شاء الله هذا شخص يعني ما شاء الله متواضع وأنه ليس متكبرا ولكن هذه الطريقة لا تنفع مع غير المسلمين لا تستطيع أن تقول أنا عبد الله فلان وفلان يعني أعرف شوي في الإسلام ولكن ليس كثيرا وسأحاول أن أجيبكم عن الأسئلة وهكذا لا تقول هذا وإنما يجب أن تأتي بعزة وبفخر دون أن تكون متكبرا وأن تقول أنا اسمي ربق عوار لدي شهادة في الدراسات الإسلامية ولدي مثلا إجازة في تدريس العقيدة الإسلامية ولدي أيضا مثلا شهادة في التجويد ولكن ليست بإجازة مثلا إذا كنت مثلا ليس لديك شهادات ولكنك درست في المسجد وكنت تأخذ الدروس في المسجد مع الإمام كله مثلا أنا الشخص الفلاني تربيت في عائلة مسلمة ملتزمة وقد كنت أدرس على يد الشيوخ في المسجد وكنت أقرأ القرآن منذ صغري هكذا فهذا يعطيك كريدنشل بحيث أنك تسوق نفسك أمام غير المسلم بحيث أن هذا المسلم عندما يسألك سؤال أو عندما يتحدث معك يكون هناك في نوع من الثقة بسموها benefit of doubt نوع من الثقة بحيث أنه يثق فيك يعلم أنك عندما تتحدث عن الإسلام تتحدث بعلم تتحدث بعلم تعرف عن ماذا تتحدث طبعا إذا لم تكن تعرف الإجابة على هذا السؤال ليس من الخطأ أن تقول له أنا لا أعرف ويجب أن تكون في الحقيقة صادقا معه وسيقدر ذلك منك أكثر سيقدر ذلك أكثر منك لماذا لأنك أنت صادق معه تقول له أنا لا أعرف ولكن يمكن أن نتدارس مع بعض ممكن أن ندرس الإجابة مع بعض ممكن أن أذهب وأجد الإجابة لك وسأحضرها لك بإذن الله ولن أنسك بإذن الله ولا تطنش الموضوع وإنما يجب أن تذهب وتدرس الموضوع وتأتي مرة أخرى يخت ترتيل تقول أيضا جعفر بن أبي طالب طريقة كلامه مع ملك النجاشي وكيف اختار السورة المناسبة مع الشخص الذي يكلمه شزاك الله خير نعم نجد هذا الموضوع أيضا استخدمه الرسول والنبي يوسف عليه السلام عندما أحدث مع أصحاب السجن وكان يقول لهم أنني لدي الكفاءات لأن أفسر الأحلام وأنني أمين وقوي وأستطيع أن أخذ هذه المسؤولية مسؤولية اللي هي الفينانسز أو الاقتصاد لمصر عندما فسر الحلم لفرعون فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون لاحظ لاحظ أن سيدنا يوسف عليه السلام كان ينمي فيهم الحاجة للاستماع لأنه كان يخطط لأن يدعوهم لاحقا أن يدعو هؤلاء الناس إلى التوحيد يوسف عليه السلام بقي سنوات عدة في مصر حتى أنه استطاع أن يستخدم لغتهم ويستطاع أن يحاورهم بلغتهم وسنتحدث عن هذا لاحقا إن شاء الله عندما أتحدث عن مهارات التحدث سبحان الله من الأشياء المهمة أيضا هو أن تستخدم التأثير العاطفي هناك كانت أخت يعني ما كانت فعلا مهتمة جدا بال 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 أو الحقائق الإسلامية ولكن كانت مهتمة جدا من الناحية العاطفية من الإسلام هذه الأخت وجدت بعدين يعني لما كنت أتكلم معها وجدت أن لديها مشاكل زوجية مع زوجها غير المسلم وكانت لديها جارة مسلمة وكانت تجد هذه الجارة أنها دائما سعيدة وأنها يعني جنرس كريمة دائما تدعوها إلى بيتها وتدعوها إلى الطعام وهكذا وتجد أن أطفالها ما شاء الله متربيين على الطريقة الصحيحة في التربية وهذا الشيء قد أثارها وقد كانت سعيدة جدا في أن تتعرف أكثر عن الإسلام وجدت أنها كانت تسأل من هذه الناحية فبدلا من أن أعطيها فقط حقائق أنه قال الله وقال الرسول وهذا الصحيح وهذا الحلال وهذا الحرام لا يعني جلست معها وبدأت أتحدث معها بقصص عن قصص النبي صلى الله وكيف كان يتعامل مع زوجاته وكيف كانوا زوجات الرسول صلى الله وكيف كانوا يعني يتعاملون في هذه الحياة وكيف كانت تربية الرسول صلى الله وكيف كانت وتربيته للأمة الإسلامية وهكذا فاستخدمت التأثير العاطفي معها استخدمت قصص معها استخدمت بعض الخبرات الشخصية التي رأيتها في المجتمع الإسلامي من تماسك وترابط ما بين أفراد العائلة هذا طبعا ما يفتقر إليه الغرب لا يوجد هناك ترابط أسري ما بين الأب والأم والأولاد تجد الولد أول ما يصير عمره 18 سنة تجد الأب والأم يعني يخرجونه من البيت أو هو يخرج بنفسه لي يرى نفسه بنفسه سبحان الله ويعتمد على نفسه فسبحان الله يفتقرون إلى هذه العاطفة فمن المهم جدا أن نستخدم التأثير العاطفي نتحدث بحب معهم وليس بكره وأنه يعني أنت كافر وأنت ستذهب إلى النار ولا محال وهكذا نتحدث بروحانية نتحدث معهم عن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى عندما تتحدث بحب هذا يعطي شفاء عاطفي إذا كان الإنسان مجروح عاطفي بسبب مثلا علاقة سابقة حصلت معاه أو موقف معين فأنت عندما تتحدث معه بحب وبعاطفية تجد هذا الشخص يميل إليك ويريد أن يستمع إليك ويشعر أن يعني كلامك كأنه يعني دواء كأنه بلسم على هذا الجرح الذي تطببه به حد بسألني ده بالنسبة للمسلمين في بلاد غير المسلمة المسلمين في بلاد المسلمين دوره إيه؟ دوره الإصلاح يعني شوف هو الدعوة كما قلنا في المحاضرة الأولى هي ليست فقط يعني دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ولكن أيضا دعوة المسلمين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون مصلحا وليس فقط أن تكون مسلما فهذا مهم جدا أيضا تربية الأولاد على الطريقة الإسلامية الصحيحة من المهم جدا أيضا عندما تدعو غير المسلمين إلى الإسلام هو أن تستخدم المنطق تستخدم الفاكتس اللي هي الحقائق المنطق في وجود الله سبحانه وتعالى ابدأ كلامك بالمسلمات العقلية وانتقل إلى الخطوة القادمة بأدلة منطقية دائما استخدم الأدلة من الأشياء التي تعلمتها أنا يعني عندما كنت منصرة قبل الإسلام كانوا دائما يقولون لي دائما احملي الإنجيل أو الكتاب المقدس بيدك لماذا؟ لأنه إذا كان فيه هناك سؤال وكنت دائما أعمل هايلايت يعني أضع وين الآيات أو النصوص اللي أنا كنت بدي أستشهد فيها أستخدم هذه النصوص فأفتح عليها وأستخدمها فهذا يعطي قوة قوة للنص أنني أستخدم دلائل دلائل من الكتاب المقدس ونحن كمسلمين كثير مننا يحفظ الكثير من الآيات في القرآن الكريم وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم من المهم جدا أن نستخدم هذه الدلائل من آيات القرآن الكريم وأيضا دلائل من السنة الشريفة أو من الأحاديث يعني مهم جدا لأنه هذا يطفي عليه قوة قوة أيضا في الحديث عن الله سبحانه وتعالى عن الغيبيات عن أركان الإيمان إلى آخره فهذه الآيات القرآنية تطفي لك هذه القوة وأيضا ليس من الخطأ أن تستخدم يعني دلائل منطقية عقلية وأيضا حسية مثل مثلا أين نجد الله طبما نجد الله أثار الله سبحانه وتعالى موجودة في خلق خليقته خليقة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى موجود بعلمه وليس فيزيقيا ليس من ناحية الفيزيكل سبحانه الله لا نتحدث عن أركان الإسلام كثير من الناس يفعل هذا الخطأ أنه أول ما يبدأ التحدث عن الإسلام الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلوات الخمس وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وهكذا هذا يعني تعتبر obligatory worship أو العبادات المفروضة هذه عبادات مفروضة على المسلم طب أنت لما تيجي تتكلم مع غير مسلم لا تبدأ معه بأركان الإسلام تبدأ معه بأركان الإيمان أول شيء يجب أن يؤمن قبل أن يبدأ بأركان الإسلام قبل أن يبدأ بالفروض وما هي أركان الإيمان أن نؤمن أن لا إله إلا الله وأن نؤمن بالملائكة والأنبياء والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشر من المنطقي أن نبدأ بالتحدث عن وجود الله عز وجل الكثير منا يعني السيوم يعني يظن أن الشخص الذي سنتحدث معه عن الإسلام أنه مسيحي أو نصراني فنبدأ معه من الكتاب المقدس ونتحدث معه عن ألوهية الله الكثير منا يقع في هذا الخطأ في الحقيقة تسعين بالمئة من الأمريكان صحيح أنهم يقولون أنهم من خلفية مسيحية ولكي أكثرهم لا يعرفوا شيء عن المسيحيين هم لا دينيين يعني يقول أنا أؤمن بالله وإذا كنت شخص كويس فأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يدخل للجنة وأن الله غفور ورحيم الكثير منهم يؤمن بهذا الشيء ولا يؤمن أن المسيح هو الله القليل منهم الذين يؤمنون أن المسيح هو الله لأنهم تربوا على ذلك لأنه أهلهم كانوا يأخذوهم على الكنيسة هكذا الأخت إيمان تقول يمكن أن أبادر مثلا أعطيهم نسخة من القرآن بلغتهم أم هذا خطأ؟ نعم يمكن كذلك بس أيضا هناك في كتيبات تتحدث عن الإسلام باختصار يعني عشر صفحات هو هذا الكتيب يتحدث عن معنى الإسلام وأنا سأعمل محاضرة الآن في النهاية كيفية إذا كان أمامي مسلم أو إذا كنت أنا بعطي محاضرة ما هي المحاضرة التي أعطيها لهم باللغة وسأقولها باللغة العربية إن شاء الله حتى الجميع يفهمني من المهم جدا أن نستخدم هذا الموضوع حتى نقنع المسلمين من غير المسلمين أهم شيء أن لا نهاجم الكثير مننا يبدأ بالهجوم ويقول أنت كمسيحي مثلا كتابك محرف هذه من الأشياء فكرة التي تزعج غير المسلمين كثيرا عندما تبدأ بموضوع أن الكتاب مقدس محرف وأن المسيح هو نبي وهكذا من المهم جدا أن لا نهاجم الآخرين فهذا سيسي إليهم وقد يستاؤون بكلامك ولا يحدثون وخاصة هنا في الغرب لأنه عندنا نظام الانديفجوليزم اللي هي التفردية تلاقي الشخص إنه مش رح يجيب وجهك ويقول لك أنت ليش حكيت هيك وأنت جرحتني لما قلت هذا الكلام لا في النهاية هو إيش بيعمل لك بلوك يعني بيحضرك أو ما بيجيب لا يجيب على أسئلتك لا يجيب على حتى لو قلت له كيف حالك لن يجيبك وتعرف أنه هذا الشخص لن يجيبك مرة تانية ولن يتحدث وسيحاول أن يتفادك لأنه أكثرهم على فكرة انتروفيرتس يعني انطوائيين متفردين لا يشاركونك بما يفكرون فيه أو ما يشعرون به وهذه موجودة كثير وعشان هيك الكثير من الدعاء أو من الناس الذين يعيشون هنا فترة قصيرة يقولون طب لماذا الأمريكان يتعاملون ما هذا الجفاء عند الأمريكان وهذا البرود لماذا يعاملون بالطريقة هذه هذه ثقافتهم إذا ما عجبهم كلامك خلاص يحضروك أنت بالنسبة لهم لا صديق ولا شيء يتعاملوا معك على أنك أنت زميل في العمل مثلا أو شيء زي هيك ولا يدخلونك في حياتهم الشخصية نحن كعرب نحب أن نتحدث كثيرا عن أنفسنا وعن حياتنا الشخصية وإذا رأينا حد نثق فيه على طول إحنا نطلع كل اللي في داخلنا ونتحدث عن حياتنا الشخصية لكن الأمريكان ليسوا كذلك يعني أحيانا كثيرا يكون صعب جدا أنك أنت تخرج منه كلمة من لسانة أو شيء زي هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع المرء ساعة أو ساعتين غير مسلم ويقنعه بالإسلام يعني سؤالي الآن هو تحدي لكم هل تستطيع أن تجلس مع الشخص ساعة وتقنعه بالإسلام؟ يعني فكر فيها لو هيك عشر ثواني ماذا يمكن أن تقول لهذا الشخص؟ أنا لا أريد أجوب عن هذا السؤال لكن أريدك أن تفكر بنفسك تقول خديجة هناك تجارب لناس فشلوا في الدعوة لأنهم بدأوا دعوتهم بأشياء نفرت المستمعين عوضا أن تبشرهم كالتكلم عن الختان وكأن الدين واقف على هذه المسألة هذه قصة سمعتها من شيوخ جعلت الناس يهربون نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك لا تكون مملا يعني ما تكونش زي مملا أنا بعرف حالي مرات لما بتكلم أعيد كثيرا وبالتالي يصبح كلامي ممل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقتصرا في كلامه يا أيها الذين آمنوا يقول الله عز وجل قولوا قولا سديدا أن يكون كلام سديد أي كلام مختصر ومركز يعني إنك تقول النقاط التي أنت تقولها يعني على طول كن مختصرا في محاضرتك وحاول أن تكون محاضرة يعني بالكثير 30 إلى 40 دقيقة لأنه فعلا الناس تمل بسموها هالفوكست سبام قديش أنت عند الشخص تركيز في ناس عندهم يعني مرض نفسي هو مش مرض نفسي ولكن أزمة نفسي سموها ADHD هاي موجودة كثير عند الأمريكان وحتى أكيد موجودة عندنا كعرب اللي هي فقدان التركيز إنه الإنسان ما بيقدر إنه يركز بطريقة حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا قصدا شو يعني مختصرة فأنا عندما أريد أن أشرح الإسلام لغير المسلمين أقول لهم كالتالي أقول لهم أود أن أشرح لكم الإسلام الإسلام بطريقة مبسطة وهذا طبعا نأتي إلى النقطة اللي بعدها هو التبسيط M plus 6 plus 5 الإسلام هو M زائد 6 زائد 5 كل الناس طبعا تبدأ بالتفكير ما هو M plus 6 plus 5 ما هي M زائد 6 زائد 5 M هي المعنى معنى الإسلام 6 أركان الإيمان 6 الكثير من الناس يخطئ باللغة الإنجليزية ويقول pillars of faith وهنا أتحدث باللغة الإنجليزية حتى أريد أنكم تفهموا علي من الخطأ أن تقول pillars of faith pillar يعني عمود كثير من الأمريكان لا يفهموا أو من الأجانب لا يفهموا شي يعني عمود شو يعني عمود بالإنجليزي إحنا بالنسبة لنا يعني أساس ركن لكن بالإنجليزي مش بالشرط أنك تستخدم pillar أو عمود بمعنى أساس مع أنه هي تستخدم في اللغة الإنجليزية الكلاسيكية اللي بسموها الشيكسبيرك لكن بالإنجليزي مهم جدا أنك تقول six beliefs or articles of faith في كثير ناس بسموها articles of faith or six beliefs يعني أركان الإيمان وخمسة هي أركان الإسلام وخطأ أيضا أن تقول pillars of Islam مع أنه هي الكلمة الشائعة لدى المسلمين يستخدموا كلمة pillars of Islam وهذا خطأ المفروض أن تستخدم obligatory deeds deeds يعني أعمال أو works obligatory deeds of Islam وهاي الطريقة الصحيحة في استخدامها باللغة الإنجليزية أركان الإسلام or obligatory deeds of Islam فإذن M plus six plus five M for the meaning M للمعنى أو meme للمعنى six for the articles of faith أو أركان الإيمان أو الأساسيات الإيمان وfive obligatory deeds of Islam or obligatories of Islam يعني الخمسة فروض الأعمال المفروضة في الإسلام أو العبادات المفروضة في الإسلام or fundamental صحيح ممكن حد يقول لي fundamentals fundamentals يعني أساسيات أو basics جميل ممكن تستخدم هذه الكلمات أيضا يعني شيء يقربهم للمفهوم أما تستخدم كلمة pillar الكثير من الناس لا يفهموا وشي يعني pillar أخيرا استغل الفرص استغل الفرص يعني أي معنى هذا الكلام إنه إذا شاء إنسان حتى يريد أن يطعن في الإسلام أوكي فما تحاول أن تشتمه أو تقول له إنه هذا خطأ وتكون اعتذاري وهكذا وإنما يجب أن يعني يعني تستغل هذه الفرص وتكون سعيدا أنه جاء ليشتمك ليه حتى أنه هذه هي الفرصة الثانية حالي أن أتحدث معه عن الإسلام وسأعطيكم مثال على ذلك سبحان الله أنا قلت لكم أنني أعمل مع الحكومة الأمريكية في مجال تخصص ثلاثة الأبعاد يعني أعمل تصاميم بثلاثة أبعاد 3D's modeling or animation ففي يوم من الأيام كان تقريبا هذا الوقت كنا قريبين جدا من الثانكس جيفن اللي هو عيد الشكر عند الأمريكان وكانوا يريدون أن يعملوا جمعة لجميع الموظفين الموجودين في الشركة أو في المؤسسة يعني تجمع فجايبين أكل معاي منتين تانين غير مسلمات فبيقولوا لي أنه هما فيجيتاريان يعني لا يأكلوا اللحم أنا رحت كمان أيضا ذهبت إلى المانيجر أو إلى المدير وأقولت له أنا لا أكل اللحم بسبب ظروف دينية لأنه طبعا أكل لحم عندهم غير حلل فأقولت لهم يرجع عدم يعني إذا جئتم بالطعام أن لا تأتوا بأكل طعام فيه لحوم سبحان الله طبعا لا أعيد معهم العيد أو شيء زي هيك لكن هو كان يوم عمل فعملين غدا زي غدا للجميع فعزمونا جميعنا أنه إحنا نشارك في هذا الغدا طبعا أنا ذهبت في النية على أنه أنا كمسلمة محجبة ما بين غير المسلمين وهكذا طبعا هذه دعوة بحد ذاتها سبحان الله في شخص من الأشخاص تبرع أنه يجيب أكل وإحنا قلنا له قبل وقت يعني أنه لا نريد لحم سبحان الله كل السنوشات اللي جابها كلها فيها لحم اللي هو لحم الخنزير اللي هو الهام سبحان الله طبعا ما حدش أنا ولا أختين البنتين التانية طبعا غير مسلمات لكن لا يأكلون اللحم فلم نأكل أبدا طبعا أنا بعد ذلك وجدت هذه فرصة سانحة بدلا من أن أذهب وأشتكي إلى المدير وأقول له إحنا قلنا لك ولماذا تفعل ذلك وهذا غير احترام لإلنا وإنما أقول ذلك وإنما قلت له أن يعني إحنا نبهناك قبل ذلك أننا لا نأكل اللحم ولكن أنت قد أحضرت اللحم وأعتقد أنه هذا لم يكن مناسبا لكثير من الناس وخاصة كمان أن هناك بنتين أخريات أخريات يعني غير مسلمات جلس يعتذر لي وأنا آسف والمرة القادمة سنكون أكثر يعني انتباها لهذا الموضوع وهكذا قلت له لا أنا أريد شيء آخر فقالي تفضلي قلت له أنا عندي مؤسسة غير ربحية تسمى المتنوع الإسلام الأمريكي American Islamic Diversity وأود أن أعطي محاضرة لكم بسموها sensitivity training يعني كيفية التعامل مع المسلمين في مكان العمل وهذا أيضا في الحقيقة الكثير من الناس يعمل هذا التدريب sensitivity training ضد العنصرية لما يكون عند ناس يعني عنصرية ما بين البيض والسود وهكذا فنحن كمسلمين بدأنا نفعل هذا التدريب لهو كيفية التعامل مع المسلمين في مكان في مكان العمل غير المسلم سبحان الله طبعا هو رحب بهذه الفكرة وقال هذا هذه فكرة قلت له أنا رح أتكلم بطريقة موضوعية لن أكون متحيزة إلى الإسلام وغيرها ولكن حتى يكون هناك نوع من التعايش ما بين المسلمين وغير المسلمين وبالفعل الحمد لله فعلت هذه المحاضرة وكانت محاضرة موفقة جدا وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى فمن المهم جدا أن نستغل هذه الفرص في مثلا لما نيجي وحصل مثلا موقف بشع أو غير جميل أو مثلا حد هاجمنا بالإسلام أو شيء زي يقول له شكرا لك أنك جئت وتحدثت معي ولكن قبل أن أجيبك على هذا السؤال أود أن أشرح لك بعض النقاط وتحدث معه عن الإسلام في طبعا sensitivity training أكثرها كانت أنه كيفية التعاون مع المسلمين في مكان العمل ولكن لابد لي أن يعني أمرق هذه الأساسيات وهي أساسية الإسلام بحيث أن أقول لهم طيب بما أنكم تتعاملون مع المسلمين فمن المهم جدا أيضا أن تعرفوا ماذا يؤمن المسلمين وبالتالي دخلت معهم في معنى الإسلام وأركان الإيمان وهكذا نعم فإذن لا تضع يجب أن تكسر الجمود بينما تتحدث مع غير المسلمين وأن لا تضع اللوم على الآخرين دائما وأن أقول أن الحق على الغرب وأن الغرب هم الذين دخلوا فلسطين ودمروها وأن الغرب فعل كذا وأن الغرب هو الذي يعني أضعف المسلمين يعني لا تصرخ ولا تنفعل بشدة فإنك كالشخص الذي يضرب نفسه بالنار ودام الناس هما بيطلعوا ويقول لك ما لو هذا يعني بينفعل زيادة عن لزوم عند الأمر كان ما عندهم هذا الانفعال وإنما يجب أن تكون تتحدث بطريقة احترافية هادئة مركزة دون أن تجرح دون أن تجرح الآخرين وأن تضع النقاط على الحروف وأن تكون يعني مباشر في كلامك مع الناس أعتقد أنه يكفي إلى الآن وسنتحدث عن طريقة كيفية إقناع الناس باستخدام ما أسميها تقنية السانويتش أو الهامبرغر سنتحدث عن ذلك المرة عندما نعود بإذن الله جزاكم الله خير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا ونعود بعد قليل ترجمة نانسي قنقر